إسماعيلي قالت أخبار اليوم الإسماعيلي يحتاج للجبلية بسبب الزمالك اللي حاصل ده استفز حتى النقاط الزمالكوية نفسه ومن بينهم الناقد الرياضي الكبير والمحترم جدا محمد سيف كمصري استفز من اللي بيحصل استفز من هذا التغييب وهذا كيف يارض التعادل كرعا هذا الإخفاء التام للاتحاد المصري خاصة النهاردة بعد ما أعلن طب أنت كاتحاد كرعا النهاردة على لسان المتحدث الرئاس مليك أحمد مجاهد أعلنت المباراة بين الأهل والهلال بطل الدور هو النادي الأهلي والمباراة في القاهرة أعلن مجاهد كده طب وبعدين مين اللي حينفز ومين اللي حيتكلم محمد سيفز تفز جدا فكتب في لحظة من فضلك هو مين اللي بيدير الكرة المصرية ليس دفاعا عن الإسماعيلي فلديه رجاله يدفعون وليس انتقادا للزمالك فهو غير مسؤول ولكن السؤال موجه للسادة أعضاء اتحاد الكرة المصري المحترمين كيف يعتذر الأهلي عن عدم لعب السوبر المصري السعودي بصفته بطل الدوري ثم يتم اختيار الزمالك رابع الدوري بديلا له وبيقول محمد سيف ويقال أن الاتحاد العربي هو من اختار الزمالك وزي بتنرفس جدا من الزج باسم الاتحاد العربي في مباراة بين مصر والسعودية اختزال المسألة محدش عايز يقولي يقولك الاتحاد العربي يعمل الاتحاد العربي كيان أكبر بتكلم على كل الدول العربية هذا لم يحدث هذا ليس من اختصاصات ولا سلطات الاتحاد العربي بلاش أرجوكوا العبس بالعقول أكتر من كده محمد سيف استوفز نفس الاستفزاز وقال ما دخل الاتحاد العربي بتنظيم مثل هذه المباراة أليست هي من اختصاص الاتحادين المصري والسعودي وهل المسألة تخضع لاختيارات على الكيف والمزاج أم للوايح إذا اعتذر البطل أليس وصيفه هو البديل وأين أنتم من هذا الاختيار دوركم إيه بتعملوا إيه يا تسأل محمد سيف يعني غيركم يقرر وأنتم تقولوا أمين ما لكوش كلمة ولا رأي أنتم مش مكسوفين عيب مش كده ده محمد سيف ده كلام محمد سيف ولا ده تعليقك ده نص محمد سيف بس برضو نص محمد سيف برضو برضو في حتة فاتت الأستاذ محمد أنه ظاهر تريد النص يطلع على شوارب في حتة فاتته قال لك بعض اعتذار الآله والراجل ما تخيلش أنه ممكن يحصل والآله ما اعتذرش إيه إذا كان الأهل اعتذر أهل اعتذر لا ما اعتذرش أنت راجل إيه أنا راجل من حق أن أنا أفوت الأهل اعتذر بلغك أنه اعتذر لم يعتذر كتب في أي حتة أنه اعتذر فتك الخبر ممكن تكون في أخبار أنه اعتذر ولا الهواء ولا الهواء إذا الأهلي ما اعتذرش يبقى ما يقولش بعد اعتذار الأهلي هي بعد اعتذار للتحدي قررت تكون المباراة بين الاتحدي وزا مالك هي كده بعد اعتذار الهلال المباراة بين الهلال وزا مالك هذه المباراة ودية يبقى عن السوبر بقى عاديت تحط فيها المليون دولار ماشي أرجع كرر اللي قاله محمد سيف في ختام كلمته أنت مش مكسوفين عيب مش كده بجد اتحاد المصري بس اتحاد المصري عمل عليها وقرر اهو يمثل القرى الاسرية يا أستاذ ابراهيم والنبي عشان ما ما نتحملش برضو ما جلناش من الاتحاد المصري ما يفيد انه غير خراره اتحاد المصري خلاص خد قرار وقالك المباراة في القاهرة زادة من البيت شعرا مش كده ايوة قال المباراة في القاهرة اذا هو خد خرار ما نعوش بان نجد كده نستنع ما ينفعش تقوله انت ما بتتكلمش اليه خلاص اتكلم ننتظر هل الاتحاد هينفي القرار يعني اعنا هلومه على ما هو متوقعاً وتراجع اذا تراجع ننتظر قرار الاتحاد عند هذا الحد هنطلع على فاصل وانوحييه على هذا القرار ايه لاني وغير عبدالي هنطلع على فاصل وبعد الفاصل هنشوف بلوة تانية حكاية الخط المايل والحال المايل تباق بغي الله خبطها اشتركوا في القناة